بسم الله الرحمن الرحيم أهلا ومرحبا بكم أبنائي وبناتي طلبة طالبات الصف الثاني الإعدادي في حلقة جديدة من مادة اللغة العربية ونبدأ حلقتنا النهاردة بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكرى ميلاده أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيدأن الانتسابة مدحت المالكين فازددت قدرا ولما مدحتك اجتزت السحابة أبنائي النبي صلى الله عليه وسلم احتفل به العالم أجمع عندما قالوا أن العظماء مئة أولهم محمد عليه السلام واحتفل به صحابته عندما وصفته السيدة عائشة رضي الله عنها بقولها كان قرآن يمشي بيننا واحتفل هو نفسه بنفسه عندما قال أدبني ربي فأحسن تأديبي واحتفل المولى به عز وجل من فوق سبع سماوات عندما قال له وإنك لعلى خلق عظيم فأحبائي علينا أن نتمسك بصفات النبي صلى الله عليه وسلم في حياتنا قولا وفعلا وعملا فكل منا يقتطف من بستان النبي صلى الله عليه وسلم ما يشاء وما يريد حتى يكون إنسانا صالحا في المجتمع يفيد نفسه ويفيد مجتمعه الذي يعيش فيه فصلى الله وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد إلى يوم الدين آمين أحبائي نلتق اليوم مع درسي من دروس النصوص وهو نص في حب مصر للشاعر محمد عبد المطلب الشاعر محمد عبد المطلب ولد سنة 1871 وتوفي سنة 1931 ودرس بالأزهر الشريف وعمل مدرسا وكان له أعمالا أدبية ليست بالقليل فمن أهم أعماله في تاريخ الأدب أداب اللغة العربية وفي إعجاز القرآن الكريم وأدب الجولتين في أدب الدولتين الأموية والعباسية كتاب الجولتين في أدب الدولتين الأموية والعباسية الشاعر محمد عبد المطلب في هذا النص يتحدث عن حب مصر ليس حب مصر قاصرا على إنسان دون إنسان ولكن مصر وطن للجميع وطن للمسلم والمسيحي فهي أرضنا على السواء ليس لهذا ولا لهذا بل نحن مصريون مصر أحبائي لابد أن يقدم كل منا حياته فداء لهذا الوطن العظيم الذي سكنه آباؤنا وأجدادنا وفيه أبناؤنا وأحباؤنا فيه ذكرياتنا على أرضه خطونا خطواتنا الأولى وتحت سمائه عشنا أحلامنا الجميلة نبحث ونحلم نفكر وندقق نتمنى الغد بخيره وندرك منه شره ونسعى دائما لرفعة هذا الوطن محبين له رافعين رياته فوق كل مكان حتى تكون مصر في مصاف الدول المتقدمة تعالوا معي أبنائي نبدأ الأبيات التي تكون أتنكر ما بي من هواها لها العزر زهاها الصبى والحسن والحسب الوفر رويدك إن في العلا يوم ننتمي كلان أبوه النيل أو أمه مصر لنا ذروة المجد الذي تحت ظله تناسلت الأحقاب واعتمل الدهر أبيت الثلاثة مرة أخرى أتنكر ما بي من هواها لها العزر زهاها الصبى والحسن والحسب الوفر رويدك إن في العلا يوم ننتمي كلان أبوه النيل أو أمه مصر لنا ذروة المجد الذي تحت ظله تناسلت الأحقاب واعتمل الدهر يا سلام أبيت في منتهى الروعة والجمال بدأها الشاعر بمقدمة غزلية وكأنه يجاري القدماء في أشعارهم حيث أن الشاعر في العصور السابقة القديمة كان يبدأ قصائده دائما بمقدمة غزلية ولكن الفرق بين شاعرنا والشعراء السابقين أن الشعراء السابقين كانوا يتغزلون في محبوبتهم امرأة يحبونها ولكن الشاعر هنا يتغزل في حب مصر فيقول أتنكر ما بي من هواها هواها يعني حبها هل مصر تتعفف وتتعالى بقيمتها بعظمتها هذا حق لها لماذا؟ لأن جملها الصباب والحسن والحسب الوفر فمصر تتصف وكأنها فتاة جميلة هذه الفتاة زينها صباها وجمالها ونسبها العالي فعندما ننظر إلى مصر نجد أنها بالفعل هي من أجمل البلدان في موقعها وتميزها بأهلها وشعبها ولها تاريخها العظيم الذي يمتد عبر آلاف السنين فما من أحد ينكر أن تاريخ مصر يتعدى سبعة آلاف سنة فهو الحسب الوفر كذلك يؤكد الشاعر أنه في عندما يتباهى هو وغيره فيجمع بينهما أنهما كلاهما أبوه النين أو أمه مصر تعبير جميل هنا صور النيل بالأب ومصر بالأم يبقى كلاهما أبوه النين أو أمه مصر تعبير جميل صور نهر النيل بالأب ومصر بالأم نهر النيل أيها الأحبة هو شريان الحياة في مصر قال عنه هيردوت المؤرخ اليوناني مصر هبة النيل مصر هبة النيل وقال عنه أحمد شوقي النيل العذب هو الكوثر والجنة شاطئه الأخضر ريان الصفحة والمنظر ما أبهى الخلداء وما أنظر إبقى إذا نهر النيل له قيمته في أرض مصر فهو شريان الحياة لكل المصريين لنا ذروة المجد المجد يعني الرفعة ذروة يعني قمة يبقى لنا ذروة المجد الذي تحت ظله تناسلت الأحقاب واعتملت دهر توالت الأجيال جيلا بعد جيل ومر الزمن زمانا عقب زمانا ومصر باقية خالدة لأبنائها تحمي أبنائها وتمدهم بخيرتها وعلى أبنائها أن يحفظوا لها ذلك الجميل وأن يقوموا بدورهم في الدفاع عنها وحمايتها والعمل ليلا ونهارا حتى تتقدم مصر أحبائي إن الشعوب لا تتقدم بنفسها وإنما تتقدم بأبنائها الشعوب لا تتقدم بنفسها وإنما تتقدم بأبنائها لذلك كل ابن من أبناء مصر عليها أن يعمل جاهدا مجتهدا في مجاله الفلاح في مزرعته الصانع في مصنعه المعلم في مدرسته الطبيب في مستشفى كل يؤدي عمله ويتقينه إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقينه فليتقن كل منا عمله حتى تتقدم بلادنا وتصطف في بداية الأمم ومقدمتها تعالي نشوف الجزء الثاني من الأبيات بيقول إيه وإن أنكروا ملك ابن يعقوب بيننا فموسى على ما أنكروا شاهد بر بنين على آداب عيسى وأحمد منازل عز دونها يقع النصر فنحن على الإنجيل والذكر أمة يؤيدها الإنجيل بالحق والذكر تمام تعالى نقول كده وإن أنكروا إيه ملك ابن يعقوب من هو ابن يعقوب هو يوسف عليه السلام كلنا نعلم أن سيدنا يوسف عليه السلام عاش في أرض مصر وبلغ فيها درجة عالية من المكانة السياسية والاجتماعية فكان يوسف على خزائن الأرض في مصر يعني يعتبر كده زي منقول وزير مالية مثلا فكان في أرض مصر عاش بين أهلها وتنسم من هوائها وأكل من خيراتها والتقى بأبويه وإخوتي على أرضها فهي أرض خير جمعت الأنبياء ببعضهم فإن أنكروا ذلك على مصر فموشى سيدنا موشى من أبناء مصر الذي رباه فرعون وجاءته الرسالة على أرض مصر واستحب قومه وأتباعه في أرض مصر وانفلق له البحر في أرض مصر إذن فمصر أرض الأنبياء ومهبط الرسالات ومنبع الخيرات فموسى على ما أنكروا شاهد بر شاهد بر يعني يشهد بأن أرض مصر أرض الأنبياء ومنبع الرسالات بنينا على أداب عيسى وأحمد إحنا كمصريين بنعيش متمسكين بأداب وتعليم الدين الإسلامي اللي هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أحمد وأداب سيدنا عيسى عليه السلام الواردة في الديانة المسيحية يبقى أداب المصريين كلها أداب دينية نزلت من عند الله سبحانه وتعالى إما عن طريق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإما عن طريق سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام ماذا بنينا بنينا منازل عز عز رفعة وقيمة ومكانة دونها يقع النسر لماذا اختار الشعر النسر لأن النسر من أقوى الطيور ولا يرضى بالدون والقيعان وإنما دائما يسكن العلا الرفعة والعلو فهاماته مرتفعة النسور الطليقة هائمة في الفضاء السحيق عالية لا تخاط من أحد فالمصريون فالمصريون كالنسور في قمتهم وفي قوتهم وفي ارتفاعهم وفي علو هدفهم وفي سموهم للعل دائما فنحن على الإنجيل والذكر أمة يؤيدها الإنجيل بالحق والذكر إحنا أمة واحدة لا يفرق بيننا أحد ولا يحاول مهما كان أي إنسان أن يفرق بين المصريين ولا باختلاف ألوانهم ولا باختلاف معتقداتهم بل المصريين جميعا يد واحدة لا يفرق بينهم أحد من دخل بينهم هلك من دخل بين المصريين هلك لأن المصريين نسيق واحد لا يتفتت ولا يتقسم المصري محب لبلاده أي كان مسلما أو مسيحيا فهم يعيشون متمسكين بالإنجيل والذكر اللي هو القرآن الكريم الإنجيل كتاب المسيحيين والذكر كتاب المسلمين من أدابه وتعليمه يتحد المصريون يتحد المصريون تعالى نشوف كده بعض مواطن الجمال في هذه الأبيات وإن أنكروا ملك ابن يعقوب بيننا فموسى على ما أنكروا شاهدهم بر ذكر ابن يعقوب له سيدنا يوسف عليه السلام وذكر سيدنا موسى في الأبيات تعبير يدل على مكانة مصر المقدسة أن مصر أرض الأنبياء ومهبط الرسالات طب بنينا على أداب عيسى وأحمد زكر عيسى وأحمد وزكر الإنجيل والقرآن يدل على الوحدة الوطنية تعبير جميل يدعو للوحدة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين أن المسلمين والمسيحيين في مصر نسيج واحد لا يفرق بينهم أحد فهم يمثلون واحدا لا فرق بين هذا ولا ذاك يبقى يؤيدها الإنجيل بالحق والذكر تعبير جميل صور الإنجيل والذكر بإنسان يؤيد هذه الوحدة الوطنية التي تربط بين المسلمين والمسيحيين فلن تستطيع الدهر تفريق بيننا وإن جر قوم بالسعاية مجر إذا ما دعت مصر إليها ابنها نهض لنجداتها سيان مرقص أو عمر ألم ترن في كل عيد ومسيم حليفي ولاء ولا جفاء ولا هجر شوف الكلام الجميل اللي بيؤكد الوحدة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين نسيج واحد بيخاطب أعداء المصريين بمختلف الأماكن ومختلف الأزمينة بيقول لهم لن تستطيع الدهر إزاي من قلوا لن تستطيع أن تفرق بيننا مش هتدخل للمصريين عن طريق أن في عنصرية وفي كلام فاضي بيختلقوه بل المسيحيين يعيشون بجوار المسلمين واحدا بجوار الآخر يدم بيد كتف بكتف قدم من بقدم الكل يذهب إلى عمل من أجل الوطن والكل يدافع عن الوطن في حب وفي إيمان بحب هذا الوطن وإن جر قوم بالسعاية ما جروا إذا ما دعت مصر ابنها إليها نهض سيان مرقص أو عمر اختر الشعر اسمه مرقص واسم عمر ليه؟ لأن مرقص هو القديس مرقص الذي أدخل المسيحية مصر أول من أدخل المسيحية مصر هو القديس مرقص فيه منتصف القرن الأول للميلادي واستقبلته مصر وعملت على نصرة الدين المسيحي هنا في أرض الكنانة مصر أيضا عمر بن العاص جاء سنة 641 ميلاديا بالدين الإسلامي إلى مصر فاستقبلت مصر أيضا الدين الإسلامي بسماحة ومحبة وكانت أرض الديانات جمعت بين هذا وبين ذات والإسلام عباد الله لا يقبر أحدا على اعتناقه فقال تعالى لا إكراها في الدين لا إكراها في الدين الدين ملك الكل من أراد أن يدخل الإسلام يدخل من أراد أن يبقى على مسيحياته يبقى لا فرق بين هذا ولا فرق بين ذات بل الدين لله والوطن الجميع إحنا مأمورين بإننا نحسن معاملة المسيحيين عندنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولنا فيه القدوة الحسنة تزوج السيدة مارية من أهل مصر تزوج السيدة مارية من أهل مصر وأنجبت له ابنه الذي أحبه حبا شديدا وهو إبراهيم الذي عاش أطول أبنائه عمرا عاش وأحبه النبي وتعلق به فذلك يدل على إيه؟ على سماحة الإسلام وسماحة المصريين وحبهم لغيرهم أيًا كان معتقادات كل إنسان فينا فيجمعنا وطن واحد وسماء واحدة نعيش على أرضها ونستظل بسمائها ونأكل من خيرتها وندافع عنها يداً واحدة فعندما نادت مصر أبنائها في حرب السادس من أكتوبر خرج الجيش المصري بكامل طاقاته لا فرق بين هذا مسلم وهذا مسيحي بل خرج الجميع يرددون الله أكبر وانتصرت مصر بأبنائها الشرفاء أيًا كانوا مسلمين أو مسيحيين فلذلك أحبتي الشاعر يقول إذا ما دعت مصر إليها ابنها نهض لنجتها سيان سواء مرقص أو عمر أيًا كان مسيحي أو مسلم ألم ترنا في كل عيد وموسم حليفي ولاء لا جفاء ولا هجر لا جفاء ولا هجر شوف إحنا بنحتفل مع بعض بكل يعني أنا أعتقد أن عدداً من الإخوة المسيحيين اشترى لبيته حلوى المولد حول المولد النبو الشريف في هذه الأيام المبارك احتفالاً مع المسلمين بهذا الحدث العظيم ونحن نشاركهم احتفالاتهم وهم يشاركون احتفالاتهم فلا نفرق بيننا وبينهم أي يوم بل نتاحت جميعاً في المناسبات المختلفة أبنائي وبناتي مر الوقت شريعاً لظروف ولكن عرضت النص في عجالة وكنت سأعرض لكم جزءاً من النحو ولكن أؤجله للقاء القادم فأخيراً أنصح لكم فأقول تعلم العلم وقرأ تحس فخار النبوة فالله قال ليحيا خذ الكتاب بقوة بقوة تأخذون كتابكم موفقين ناجحين دمتم سالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته